السلام عليكم الحين بنكمل درسنا تمثيل تفاعلات الكيميائية اول شي عندنا شي اسم المتفاعلات والشي اسمه النواتج ما هي المتفاعلات هي مواد توجد شي بداية التفاعل شي بسيط والنواتج هي المواد مكونة خلال التفاعل طيب هنا عندنا رمزية ولفظية هذي ايش هلا الحين نمتكلم عنها بالصفحة الجاي هنا المتفاعلات هنا بداية التفاعل هنا خلال التفاعل طيب متفاعلات تكون على الليسار والنواتج تكون على الليسار عندنا هنا الرموز بين التفاعل موجب يفصل بين مادتين او اكثر هذا الخط يساوي يفصل متفاعلات عن النواتج هذا يفصل بين متفاعلات او النواتج يفصل بينهم طيب هذي ايش تفاعل عكسي اس صلبة اي سائل الزي ال سائل جي غازية اي كيو المحلول المائي هنا عندنا المعادلة الكيميائية اللفضي بالعربي معادلة الكيميائية لا هذه ما لخص لفضية ورمزية تمام طيب سؤال ثلاث اكتب توزيع الالكترون لكل منعنصر بوتاسيوم وذرة الكلور وعاطينا العدد الذري نذهب طيب البوتاسيوم 19 نجمعهم هنا عشرة هنا عندنا 2-12 وستة يطلع 1-19 هنا عندنا كلور 17 ايضا هنا عندنا شي يسمى المعامل المعامل دائما يكتب قبل مادة متفاعلة او الناتجة كيف يعني عندنا هنا 2-H اذا وين المعامل هو 12 طيب اما هنا لما يكون عندنا H2-N2 هدول هنه هيلوجينات لما تكتب تحت اذا هذي عدد الذرات عندنا H2-N2 O2-F2 CL2 BR2 I2 هذي كلها ايش الهيلوجينات هذي مهمة جدا تعرفين هلأ لان هنا عندنا اثنين محطوطة اصلا في الهيلوجينات طيب هنا يبقى له تركيز يتفاعل كلوريد الحديد 3 طيب مع هيدروكسيد السوديوم في الماء الناتج عن طيب اول شي عندنا هنا ايش كلوريد الحديد 3 أعطينا ثلاثة عندي كلوريد الحديد تركزوا معاين هنا عندنا هيدروكسيد السوديوم هنا ما تركزوا على ثلاثة هيدروكسيد السوديوم ايش اعطانا التحليل لانتاج ايش هيدروكسيد الحديد وكلوريد السوديوم طيب بالحين نريد نوزن المعادلة كيف نوزن هذي المعادلة كيف اول شي انا بحكي لك كيف اول شي لازم قضيها قاعدة اي شي يطلع من هنا يكون نفس الرقم من هنا كيف هنا عندنا الف اي واحد طلعت كام الف اي اذن هذي زابطة طيب عندنا السي ال كام ثلاث هنا ثلاث طيب هنا السي ال كام هنا السي ال مو بثلاث اذن ايش منساوي منحط مقابل هذي ثلاث ولما نوزع يتصير هنا ثلاث وهذه يتصير ثلاث طيب نكمل هنا نل واحد نا واحد طيب نحط ثلاث يتصير هنا ثلاث وهنا ثلاث هنا ايش واحد وهنا ثلاث طيب نحل كمان هنا عندنا هاي زي ان واحد هنا زي ان طلعت كمان واحد هنا ثنين هنا ثنين هنا ليه انا حطيت ثنين هنا ليه ثنين لان هذه هالوجينات هاللي تكلمنا عليها هنا واحد هنا واحد اذن هذي المعادلة موزونة اشتركوا في القناة